أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أوامر بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة كاركوك شمالية البلاد كما أعلن عن فرض حظر تجوال في المدينة التي شهدت اشتباكات بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية وأدت المواجهات إلى مقتل متظاهر وإصابة نحو عشرة آخرين كان المتظاهرون قد خرجوا إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الاعتصام الذي يقوم بها عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كاركوك وينضم إلينا من أربيل مرسلنا هيو عزيزة هيو أهلا بك شرح لنا ما يجري ميدانيا الآن على الأرض من حيث انتشار المتظاهرين انتشار المعتصمين وطريقة تعامل القوات الأمنية مع هذا المشهد نعم مروج قبل دقائق من الآن قرار حظر التجوال في مدينة كاركوك دخل حيزة تطبيق والشرطة الاتحادية قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة طبعا مستخدمة الرصاص الحية مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين أو أحد المتظاهرين بجروح بليغة توفي على أثرها بعد نقله للمستشفى كما أصيب عشرة آخرون بجروح مختلفة المتظاهرون الأكراد خرجوا إلى الشارع مطالبين بإنهاء الاعتصام الذي يقوم به منذ أسبوع مجميع متطرفة موالية للحشد الشعبي ترفض عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الحياة السياسية في مدينة كاركوك بموجب الاتفاق المبرم بين هذا الحزب وأطراف الإطار التنسيقي قبل تشكيل الحكومة العراقية هناك أحد عشر مقارا تابعا للحزب الديمقراطي الكردستاني أحد هذه المقارات يشغل حاليا من قبل قيادة القوات المتقدمة في كاركوك هي قيادة مشتركة للقوات الأمنية في كاركوك والمحتجون أو المعتصمون هناك يرفضون إعادة هذا المقار بالذات إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لذلك خرج المتظاهرون الأكراد مطالبين بإنهاء هذا الاعتصام الذي يقطع الطريق الرئيسي المار أو الممتد بين كاركوك وأربيل وهذا طريق حيوي تنتقل من خلاله الكثير من الشاحنات وشيارات ومنذ أسبوع تعطل السير على هذا الطريق كلاهما سواء المعتصمون أو المتظاهرين الرفضين للأعتصام نظرا لأنه يعطل الطرق والحياة كلاهما من المكون الكردي في كاركوك لا إطلاقا المعتصمون هم مجاميع متطرفة من العرب والتركمان الموالين للحشد الشعبي هؤلاء جاءوا بأجندة سياسية لعلقلة عملية التطبيع السياسي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأطراف الإطار التنسيقي لذلك عطلوا باعتصامهم على الطريق الرئيسي بين كاركوك وأربيل مصالح الناس فخرج المتظاهرون الأكراد مطالبين بإنهاء هذا الاعتصام وفتح الطريق الرئيسي فحصلت المصادمات مع القوات الأمنية التي تحمي هؤلاء المعتصمين مما أدى إلى تشنج الأوضاع وتصعيدها بالنسبة لمسألة العملية الأمنية التي قررت الحكومة أن تقوم بها هل ثمت شرح أكثر حول طبيعة هذه العملية؟ من المستهدف مها ضد من؟ متى يبدأ تطبيقها؟ كيف ستكون في دخل كاركوك أم في خارجها؟ ولكن باختصار لو سمحت العملية الأمنية مروج هي عملية فرض حظر التجوال لإنهاء هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات وإنهاء التشنجات في كاركوك وليس ربما قد يتم احتجاز أو القبض على عدد من يسمون بيئة المشاغبين الذين أشعلوا نيران الاعتصامات في كاركوك بتهم أمنية وقد تستمر العملية ربما 24 ساعة وتنتهي العملية بعد أن يتم ضبط الأوضاع في كاركوك شكرا جزيلا لك من إربيل مرسلنا هيوة عزيز